مرحبا متابعيك على قناة شو تيفي في هذا البرنامج حلقة اليوم عن التغرير بالقاصرة متابعينا كرام سننقش في هذا الحلقة هذا الموضوع المهم نقشنا الصلاح لكن لم يكن مهم سنعود الناقش عن أولا تعزينا الحرة لعائلة القادي الصينوتين الفيزي إِنَّ إِلَّهِ وَإِنَّ إِلَّهِ رَاجْعُونَ رحمه الله في هذه الليلة رحمة الله عليه ورحمة الله كل الأموات المسلمين بوشته تحياتي قوية تحياتي لك تحية كل المتابعين لكتاب هنا في هذا المباشر عبر قناة شو تيفي اللي بهذه البطر المباشرة لأنتم أننا نحاولي لكتاب هذا الموضوع تغيير بالقاصرة أراكم معاً نرى الآن تحية لكم كاملة وتحية المتابعين عبر قناة شوف تيفي في هذا البت المغاشر تحية لكل المتابعين تحية للجميع الذين نحاولون أن نقشون هذا الموضوع كما قلنا سننهضر 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 تحية السي مطاعي تحية الجواد أعرف أن نحارب ونحارب المالك كانت نتابع صفحة فيسبوكية ملاهة كتاب قصص الأنبياء في الدارج المغربية شكرا الجواد السيدي مرحبا بخير سعيد مرحبا تحية السي مطاعي تحية الناس من خلال هذه الحلقة نتمنى أنكم سننقشوا هذا الموضوع كما قلنا متابعين الكرام كما نحاول نحاول أننا سننقشوا هذا الموضوع التغيير بالقاصرات كما تابعتم معنا في الرابطة جديدة ووزناها السيدة التي تم اقتصاد ابنها من طرف أحد الأشخاص التي تغربها وهي عمرها 16 سنة الأم تناشد هذا نس لتحية لكل متابعين في هذا المواشر من خلاله نحاول أننا ننقشوا بكل مصداقية حاول هذا الموضوع التغيير بالقاصرات لكما نرى في الأول الأخيرة أنها أصبحت هذه المشكلة هناك الكثير من أن تحاول أن بنتي تم اقتصادها أو تم تغييرها من طرف أحد الشباب الذين يتجاوز 30 سنة أو 40 سنة تحاول أن يوهم البنت ويعطيها أنها ستزوج بها ستخرجها الأمان تدريك أن تشبع في ذلك الهواء تصدق أن أنها مقتصبة وفي الأخير قد تلقى أن أصبحت رحية للمجتمع تحيا هشام أديب تحيا عزيز الخلفي أميمة من أمر مرحبا أعزيز الحرش مرحبا نهال مرحبا تحيا 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 من الحياة الصافحة الحياة القرية أن أصبحت لدينا أصبحت أمها التي تم اقتصابها من طرف وحش مازال حر ومازال تحيا ومازال حق المصطر هنا نتمنى أن القضاء يفقد للمجتمع تحيا دائما ومباشرة على قناة شوك تيفي التي كنتم معكم أطوار هذه الحلقة التي كنت نقش فيها من خلال هذا الموضوع التغير بالقاصرات السلبيات والإيجابيات نحن لدينا غير السلبيات أما الإيجابيات لا يوجد لأن أعداد كبير من الفتيات التي تتم التغير بهم وعطوهم 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 وحد لوجه آخر وفي الأخر وكيزيد وكيخلع ولكن الغريب في الأمر أنه الغريب في الأمر الذي يقع أن مجموعة من هذه البنات الرزق السلامة يقع يقع يمحمل يعني هذا هو الخطير في الأمر أنه توقع حمل من هذه الفتاة التي هي قاصر هذا هو الخطير في الأمر وعليكم السلام السيد 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 مرحبا كما قلنا قلت من الأخوان أنكم شاركوا معنا بالأراء والأفكار كما قلنا أنه بعض هذه القاصرات التي توقع علىها حمل من هذه القاصر لا يوجد قلق مالك وغرغ السين الرجل توقع لها حمل من توقع هذا الحمل هذا يعني يعني ماذا؟ في النطفقة توقع هذه ضع ضع الشرف وقالها حمل وهي مازال صغيرة مازال قاصر ركاز علي تحيين ناس يا زمامرا مرحبا بكم ناس أتركوا زمامرا حد موفق لهذا الفريق هذا كما تقول أخليكم معيان نتشاهد كما قلت لكم هنا بالنسبة التغرير السين المطاعي يقول لكم التغرير القاصرات ينتصر بين الشرائح الشهور الفقر والاستغرار الفقر والحالات المطلقة والأرامل أكيد السين هذا هو الذي كان وخصوصا مثلا نحن نخطو سيد برنور كان هموداج حي القرية التي تعرف هذه الظاهرة منتشرة كثير 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 متابعين من قناة شو تيفي كما إلى تبعتم على الليف البارح الذي كان نحقق نسبة للمشاهدة كثيرة اليوم نريد أن نصل إلى رسالة ل هذه الناس رسالة لكي أن هم هم يحترم قانون هم لكي لكي يعرف أن هذه البنات هم قاصرة لكي لم لكي تناقش 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 نز نز هم نز كتك أن قادت في البنت للقرية سأقول لك أن نصير هذا الموضوع لأن هذه البنت القرية مصيبة أن لم أكن أقول لك أن أنا مصاحبة معه لم أكن أقول لك أن مصاحبة معه هذا خاطئ جدا مصاحبة معه ومصاحبة ومصاحبة مصاحبة للأسف للأسف شديد نحن نتمنى أن من هذا المنبر أن الناس يردوا البال لبنياتهم وردوا البال لبناتكم رأى أي بعر أن تجعل بنتك ومصاحبة ومصاحبة لها لم 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 لك هذه رسالة توجهة جميع أبا وجميع أم هذه أن تحضروا بناتكم تحضروا بناتكم الله يخليكم لكن يريدون أن يتصابوا يريدون أن يتعرضوا هذا كما تردوا على أختي الأختي تنزل الكو الكو رابط جل البارح صدمة مالك ومالك ومالك السلام يعني حشومة أن نبقى المسلول هذا المستوي هذا لبنات لبناتنا أن يتعرضوا لهذا الحويج كل يجب كل يجب أن يعرف أن يجب أن يصل إلى هذا المستوي هذا من العيب والعار أن يجب أن يجب أن أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن نرد النمي رأس ثقة ماخ يجب أن تجب يجب إن أختي نظر يعني هذا هو البيت القصيد هذا هو البيت القصيد أننا نحاول نعالجوا هذه المواضيع نحاول أننا نترك الموقف بحمل كذلك هذا عدد من جمعية المجتمع المدني لا يوجد حمالة تحسيسية في هذا الموضوع لا يوجد حمالة تحسيسية في خسر الموضوع لهذا لا أجلسكم بخير نحاول أننا نقف في جنب الأبناء في جنب أولادنا نصحوهم، نصاحبهم معهم نعطوهم أشنوكين لأن أرخاصهم العناية خاصة صاحب الأبناء نحاول أننا أخويا عزيز لا يوجد حرش الله يجب أن تأويل الخير هذا الشيء كثيرا ولكن لم تكن ترى أن أغرق قليل أصدق المورة جديدة كان أحد الخوف مرة أخرى سنبلغ التعازي القاضي القداتس فعلا قاضي نازيه وكان أنه وزع أحكام كثيرة ورحمه الله في هذا اليوم إن الله وإن الله راجعون القاعدين المعروف باللحية بالجريدة التي توفى اليوم على إطر هذا وباء الله أخي حسن حلمي شكرا أخي على هذا الموضوع ولكن تربيك ستكون من الأم خاصة تعطي التوعية لبنات أكيد يا أخي أكيد 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 أن الأم ستكون أقرب لبنتها هذا إن هل تقول لك بكل صراحة لأن هذا الموضوع الذي صحنا تنعيشه ستكون خطرة و يوجد لانا وليتي البعد عن طريق الله جدا صلى الله عليه وسلم أرادنا جميلا أمين يا ربي كما قلنا المشكلة لانا هو الفقر لانا نصلح على الفقر لانا الفقر ولا ولا تهدد الفقراء الفقر ولا تحطم الإرادة للمجتمع يعني لانا نريد أن أحد الأعداد من هذه البنات والفقر يجعلهم أنهم يبشون لذي يجهل خصوصا البنات التي تعملون في المعامل أنك خاطر أن تشغيل القاصرات هذا أول مشكلة وكما نحن كما تحطم هذه البنات لأنها فقر لا تحطم المعامل وكما تخبر المعامل سوف نقول فيما لا يحبض عقبها أو أنها تسافتها لا توجد المعامل لذي تتوقع واحد أشعر تكمل المعامل لذي تتوقع وكما تحطم وكما تحطم وكما تحطم وكما تحطم أحطم أحطم وكما تحطم وكما تحطم وكما تحطم وكما تحطم نحن نرى هذا الواقع ليس كذلك هذا الواقع الذي نعيشه في المغرب لأن خصوصا السكان من الصفح هما الذين يقلوا بكثرة ما هي هذه المواد لا أقبع الفقر وما أجمل الفقراء أكيد لا أعلم أن تتكلم جميلة الفقر ولكن نزل زوينين كانت مديرا فقراء وكما تحطم وكما تحطم فرق كيف هو الفرق مرحبا شكرا للحاكمة ميكاب ولكن وتحيى ولكن العائلة والعائلة الكريمة كما يقولون نتمنى أم الله سبحانه وتعالى أننا نبعد ولداتنا ونحاول صاحب ولداتنا لأن الفقر يجد الكوالد لا يقوم غير حدنا حد الحمل أو الاعتصاد أو الافتداد البكرة يقول لي حتى الحمل تهو لأن تقول لي علاقة جنسية غير شرعية مع القاصرات تقول لي أنت ضيئت إلى حياتها ضيئت إلى مستقبلها بقى صغيرة بقى النموذة المكبر أكثر وكذلك تقول لي الحمل لأن ماذا تقول عنك مثلا علاقة مع وحدة مع قلارة كلا أرى تبقى الاحتياطات لها اقترف ما لها وما لا ما عليها ولكن تهو 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 أنت وطني ما هي حقي فأجابك إلى لك الحق في الموت وقلت ما تشاء تهو تكتشف تهو 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 يشغلون القاصرات وصحاب المعامل يشغلون القاصرات ويستغلوهم لا جنسيا ولا معنويا يستقام عليها الخيصة ويستغلها كذلك أنا كنعرف أعداد من اللبناء تتعرضوا للأتصاب داخل المعامل وداخل الشركات تتعرضوا العلاقة الجنسية داخل الشركات تتعرضوا للفقر والتغيير من وجهة نظريك المتواضعة هناك نقص التربية أكيد أكيد ولكن الفقر يستغلو بعض الناس حسن الشريف يقول لك تحياتي لأخوة حسن لا يجب أن نقللهم على الفقر مئة في مئة وانك أيضا ما هو له علاقة بالأسرة والمجتمع أكيد ولكن الأسرة والمجتمع سوف يربيوا لا يجب أن يربيوا مولادين ولكنهم لم يربيوا شرسهم أكيد أكيد ال�ispersقر يجب أن يستغلو بشكل مراقب على أبناء القاصرين خاصة الأوساط والفقير إذن كما أتمنى أتمنى أن كانت منه انه يكون حلال الشيء ان شاء الله ويكون الناس تعيش ويكون حامات السيسية اذا كانت الام تصلي اذا البنت تكون مثل امها يعني اتباع الطريق الصحيح وانما الفساد لا علاقة والفق ابدا الكرم الانسان او حايميه حسن مثل مرة تحية لك نهاية كتقول لك ان عدم التربية وكالة واعية وان المفروض ان الابناء ان راق ولادنا ولا الله يهدي الولدات المسلمين كالاختي نهاية انا اتباع مرحلة قد يقرأ احنا لا نعيش في احد فترة ديال اسماء تحية لك اخي حقا حقيق الله تسيب وصادي شكرا من اختي كانت عظمى اللي قد نعيشها هذا هي ظهير التسويق الإضافية شمحت كسيرت من التسويق الإضافية بوحدة كيف أنت متأكد أن تكون هذا التسويق؟ هل أنت على علم أن كانت هذا التسويق؟ حتى هناك بعض الأساتداء يقومون بالتحرش أمير زوجي مرحبا أمير زوجي مرحبا يعني هذا هذه ظهيرة خطيرة كنت تسويق وعندما تسويق كنت تسويق أنا اليوم بكل صراحة أنا لم يحسن صديق اليوم لكن برافو عليه لأن أرفع نقشت معه ولكن قناع لي فإن أبنة قلت صفرة قلت صاحبتها فأنت أرفض أبدا يعني أدخل قلت أبدا أنت أترك أنت أترك أنت أترك حسنا لماذا تأخذ أحدك من صاحبك؟ أصدقائها لماذا هناك مشكلة؟ لقد قلت لك لماذا هناك مشكلة؟ لقد قلت لك أصدقائها مع شخص أصدقائها آآ يعني برافو أحمد إدنسي طاهرة في بلادنا أصدقائها محاربة عن الرجال أصدقائها إن شاء الله أننا نحارب هذه الطاهرة لأن كما قلنا الشهوة الطاهرة الشهوة البطن والفرج لا يتحكم فإلا فئة قليلة أكيد أخي نحن نحن شهوة 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 بكل صراحة وما يتألمون والقلم والنفس أن أصبح بعض الفتيات خصوصا المنتمين إلى العالم القرآوي ويدرسنا بالمجال الحاضرية يأتي من المدينة القرآوي هنا أخيراً سيد من نور كان أموداج وما يتحكم هنا ليسر بالأسف كانت حكم هذا الشخص يجبها كانت أشخاص وكانت أصبح كالة لها لا أعلم أن نرى كثير ويجبها وكانت أشخاص ومساعدت أجل والساعدة على الفساد في المجتمع أكيد أخي كنت منه فإن الله أن الله يبعد لنا أولاد الحرام وكان يبعد أولادنا 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 أولاد الحرام وكانت كثيراً وحاولوا أنهم أولادنا وابدوا أولادنا أولادنا يبعد أولادنا بكل أولادنا فهو يخبرنا كيف يبعد الآخرين أولادنا كما قلنا لكم الآن إخواني أصدقائي سوف نحاول أننا نقشنا معكم هذا الموضوع بكل حب بكل التقى و بكل احترام كنقول لكم بعض القاصيرات سوف نحاول بعد ذلك سوف نحاول سوف نحاول أنا كنت أدمر العائلات ما هي خبارك؟ ما هي خبارك؟ تحية لك يا أخوة يا عمر تحية لك يا أخي الله حفظك نعم ومطار مرحبا أخي نعم ومطار مرحبا أخي زهير لا تحاول أن تصل بك كالشخص وتصلح الأمور الله يصلح أمرك والله يحفظ ولداتك ولدات المسلمين أجمعين لا تتكلم ما أقول لك فهذه هدو القضية في وكلي الملك أنا أخذ وأخذ لابد من الاعتقال لابد من تقديم العدالة أخذ تصلح وأخذ زوجنا لأن وصلت المجلسة القانونية في حال هذا كان يصلح الأمور نحن نرحب أن نجدهم نرحب أن نرى الحل أننا نصلح الحمد لله نحن نتمنى نتمنى أن نصلح بسفل الحل نحن نتمنى أن نصلح من خلال البرامج والتقطية إلا ونحب أن نصلح مساجات ولكن قوية المشكلة لم يكن مع الجنات على الدولة أن توفر دوم الصينية مثل هؤلاء الدئابة البشرية وهذا أول خاص مقلمة المونيكات والله العادي لأن ما معنى تضيع أحد البنت تضيع أرى أرى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لم يكن أرى هذا الشيء لن تخيل أن هذا الشيء قاسر وتنتج عنه حمل يجب على كل الأباء أن يراقبوا أبنائهم باستمرار وأكيد أخي يحيا هذا الشيء الذي نتمنى هذا الشيء الذي نتمنى يا ربي متابعينا الكرام الآن مقالية إلا نستدعوكم الله معكم زهير النوري من سيدين النور في هذا البرنامج مباشرة مع زهير لطرقنا هذا الموضوع إن شاء الله غدا إن شاء الله يقعدنا موضوع جديد وإلى اللقاء في يوم بعد إن شاء الله